الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة سجد خمس مرات بلا ركوع يعني مو صلاة مو صلاة بها ركوع سجد لا سجد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قام جلس عن السجد ثم سجد مرة ثانية ثم جلس مرة ثالثة سجد جلس مرة رابعة سجد جلس مرة خامسة سجد جلس مجموعة من الاصحاب احدهم ابن عباس ناقل هذا الحديث وغيره بائغا قالوا يا رسول الله شن من قصة شن من قضية هذا فد عمل بلا سابق ما شايف فيك الشيء تسوي خمس مرات تسجد في غير صلاة فقال صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتاني عن الله سبحانه وتعالى وقال لي ان الله عز وجل يحب وعليا فسجدت والله ان هذا السجود سيدة الشكر ثم جلست فقال لي جبرئيل ان الله عز وجل يحب فاطمة فسجدت فسجدت ثم جلست فقال لي جبرئيل ان الله يحب الحسن فسجدت ثم جلست فقال لي جبرئيل ان الله يحب الحسين فسجدت فسجدت ثم جلست هاي اربع سجلات بعد منه موقع السيدة الخامس علما فجلست ثم قال جبرئيل ان الله يحب من احبهم فسجدت من احبهم من انتم نحن نسأل الله ان نكون هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد الظاهر انه هاي سجدت شكر شكرا لله رسول الله يفرح يشكر الله على هذه النعمة النعم شنو جبرئيل يخبره ان الله تعالى يحبكم انتم شيعة فاطمة الزهراء شيعة امير المؤمنين شيعة رسول الله شيعة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام رسول الله يشكر الله على هذه النعمة هذه النعمة لكم للمحبين حتى اذا الدرجة مورشيعة روايات المختلفة علماء خطباء احل العلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة